موشي موش أصدقائنا رجعنا بحكاية لاريا القسم ما قبل الأخير على الأغلب ولا يعني القسم الثامن المهم كيف العيد معكم خبرونا اكتبنا بالتعليقات ويا ريت وما أننا عم نشتغل بنص العيد تحطونا اللايك لا تدعمونا وليتس جو تيجي لاريا لا عند بلاك وبتقول له اسمع شو بدي أروح للأرض المقدسة مثل ما قلت لك هناك يمكن يكون في دليل على العلاج لا مرضك يا مريد لا عنجة تقول له لمرضك وبتحكي له بدي أروح لا أتحقق بنفسي فبيحكي لها ما فيكي تنزلتني وبتقول لها ليش تحكي له كمان هي هي الطريقة الوحيدة المتبئية بيقول بلاك بعرف لكن انتي مررتي بكثير من الأشياء بهالعالم وفوق كل هاد مو دائما بتوقعي بالمشاكل لما ما أكون معك وجنبك فهي بتقول له بيحكي لها طيب إذن شو تحكي له ما هيك لازم أروح بغض النظر عن كلامك فبيقول إذن بيقترب منها بيمسك إيدها وبيحكي لها أنا وحيد بدونك بدي أكون معك هل ممكن تستمعي لأسراري؟ بتموت لاريا فورا من الخجل وبتحكي له أحمد شو اللي عم تعمله أنا وعدتك إنه أخليك سعيد علاج هالشي هو الخطوة الأولية حتى لو كنت رح تكون وحيد بدوني بليس كون صبور يبقى ليش يضحك بشكل أهبل وهي بتقوله ها شو اللي عم تعمله فبيقولها آسف بس بعد كل اللي صار وكل اللي مرأ لسه بتقدري تبهريني انتي عن جد رائعة طبعا أكيد لاريا بتقع على الأرض من الخجل وبتقوله لا تضل تتغزر فيها هيك لحتى تفلت بفعلتك هالشي ما رح ينجح أكتري وبتقوله سمح لي أروح للأرض المقدسة فجأة بيفوت الخادم وبيحكي له في ضيف توصل والواضح إنها صديقتنا آرين بتفوت لعنده وبيكون حتى جامعها مثل الحراوس وبتقولهم القديسة آرين بتحييكم كما بوثها من الأرض المقدسة تقترب بسرعة لاريا وبتقولها اشتقتلك مضى وقت كتير عن إنه شفنا بعض وبتحكي لها ما عبرك شفتيني وأنا بهيك لباس صح؟ كان الجميع بيسخر مني لعدم تمسكي بكرمة النبراء يمكن لي أني كشفت هوية الحقيقة بالخطأ هداك اليوم بعدنا بتقول على كل حالة بصفة قديسة أنا جاي هون لأعطيكم شي شغلة تعطيها هيك شي ضعوة بتقول عي رسالة من الكاهن الأعلى ريمارك ومكتوب فيها إنه الكاهن الأعلى قال بيدعو عالة بلاك ولا الاندمام لأله تتفاجأ لاريا بتقول ها الكاهن الأعلى فكرتك قلت لا ورفضت من قبل فبيقول بلاك أكيد رفضت لحالي بس معك أكيد فيني أروح فبتستغربوا بتقول طيب ليش دعانا للأرض المقدسة اللي صار إنه كنا عم نخلع الإمبراطور السابق وتم الكشف عن طورته كتير من الشخصيات الرئيسية بالمملكة المقدسة بأعماله شريرة لهك بتقولها إيران إنه هو يعني بده يتشكركم وقررنا دعوتكم للمملكة المقدسة كضيوف رسميا بتكون إيران كتير متحمسة وسعيدة وبتقولها بدي أساعدك أخيرا وأردلك الجميل بالتغلب على الصعوبات اللي واجهتها ما جيتهم للإمبراطورية وبتقول أنا متأكدة بأن الدوق رح يكون مشغول صح لهك أنت عادي ما فيك تيجي يعني وأنا بقدر أخذها لحالي لكنه بيقولها لأ لأ شكرا على اهتمامك التافع بس أنت يعني تم تعينك كقديسة لهك أنت المشغولة صح فأنت اللي ركزي يا لأ بالوقت الحالي على عملك وتركيني أنا أعمال بالدية طبعا لأتنا بيكونوا عم يتخانقوا على لاريا مثل العادة ولاريا بتكون متوترة وبتقولهم إهدوا شوي تحكي لأرين في عندي سؤال إليك إذا قمتوا بدعوا تعالت بلاك ويل هلاشي بيش مالي الأمير والأميرة فبتحكي لها أرين أكيد بما أنه هناك أكيد في بعض الأطفال فأنا بخطط كمان لاستخدام البوابة لأحضارهم بشكل مريح بلاك بيقترب لاريا وبيقولها بعرف أنه ما فيك تتراجعي مهما كان الموضوع خطير وأنا رح أدعمك دائما بالتأكيد وإنتي بدي ياركي توفي بعدك وبيحكي لها طبعا أنه يعني لا تضغط على حارك كتير فيك تنسح بي إذا تعبتي أو إذا بطلت حاسة أنك قادرة تستمر لي فبتقوله لا تقلق دائما عند القوة بسببك وبسطلك وبهيك بيغادروا للأرض المقدسة وكمان بيكونوا أخذوا بعض الملابس الاحتياطية والأشرطة المفضلة للأميرة والجوارب المفضلة للأمير ميكا وكمان حزمت كل الخرائط والكتب اللي أرسلت ليها هي لاري وبتقول بطمنة ما أكوني بسيت أي شيء وبتحكي لبلاك هاي هي المرة الأولى اللي بروح فيها لبلد أجنبي لهيك أنا متوطر شوي حبيبتي انت انت سألت العالم ثاني ومتوطرت لي من بلد أجنبي يحكي لبلاك لا تقلقي إذا حتشت أي شيء خبري كبير الخدم وكمان فرسان بلاك ويل راح يكونوا معك في حالة صار أي شيء ورح يكون فرنل بالأصر لهيك الشؤون الداخلية رح تكون بأمان فلا تقلقي على أي شيء بتقوله تمام وبتحكي مش لازم أنسى إنه في ناس فيني أعتمد عليهم وما بعرف كيف بقدر أرد الجميل لكل هدول الناس يقترب منها وبيحكي لها بحب الطريقة اللي بتحاولي فيها تساعد الكل بس لما تكون عيونك مركزة بمكان آخر بس شعر بالغيرة تغزل هي وبتقول بعد ما كان بلاك بارد مثل الثلج هلأ صار يقدر يحكي مشاعرك كل صراحة حاسة إنه عن جد هلأ بقدر أعمل كل شيء وأي شيء لهالشخص الرائع هاد من ناحية تانية بنشوف قرن عم تعمل شيء تعويزة مدري عم تستدعي شيء آه أوكي بدا تعملهم وصيلة نقليك بدا تنقولهم من خلال البواب السحرية وكمان بيوصي بلاك فرنل على الوضع كله وبيحكي لهم من فلق أعتني بكل شيء ولو صار أي مشاكل خبرني فورا وفجأة منشوف حدا ركض بصور عوفات للبواب السحرية أما أرنفا بتحكي خلونا ننتقل للأرض المقدسة وكلهم بيكونوا حاسين بمشهد مخيف إنه هاد هو شعور البوابة اللي بتاخده لمكان تاني وبتحس إنها أسرع من الطيارة وبتقول رح يكون من الرائع لو ما شعلوا الأطفال بالملل وبتحكي بتسألوا أنت رح نوصل بس فجأة بتفتحيون هيك وبتلقى إنها وصلت تماما للمكان وما شاء الله حسسوني حرفيا مثل الباسبورت والطيران وكل هالإصصال يعني فيها عم تكتب معلوماتها ومبارف شو وبيحكي لها أهلا فيك سيدة لاريا تم تجهزك رسميا للدخول للأرض المقدسة تتشكرها وبتقول في كثير من الناس لكنهم دقيقين للغاية لو جيت لحالي كان عن جد كنت رح أواجه صعوبة بس فجأة واحد بيكون عم يتسأل وبيحكي ليش أنا ما فيني مع إنه أنا بنفس المجموعة بمعنى آخر يحكي لو الشخص اسمك مش موجود بالقائمة لايك بليز أعلن عن نفسك رسميا لنلاقي قدر في الأهبل هو اللي يركض ونصيك باتجاهها ودخل معها بتتفاجئ كثير لاريا لما تسمع إنه إجاب وبتطلع فيك وبتقول له أدولف شو اللي جابك بيخوف بيحكي لا تسوري بتقول له ما كنت بعرف إنك رح تيجي تخبرني هلأ ليش أنت هون بتقطع بيقولها آسف أنا غلطت وبنعرف إنه القصة كالتالي سمعوا إنه عينة بلاكويل بطريقها لزيارة المملكة المقدسة ولما عرف هالشي قرر إنه يتسلل للعربة وأخفى الأمر عن لاريا وعن إيرن وهيك اللي صار ثم بينزلقوا منه وبيحكوله شو هتطور هاد ومنو أنت أنت مهتم بالمملكة المقدسة فبيحكي لها أدولف ها أنت ما بتعرفي هالشي بسبب روايات الفروسية الرائجة هالفترة بتحكي عن قصة فارس شريف تعهد بالوراء للقديسة بعدين نور ساطع عبط لها العالم بفضل لهم أدرك كل شي إنه حياة البطل لازم تكون هيك شي مختلف عن المال والسلطة يمكن الأقادري فبتحكي لو قدرك أنك تروح للأكاديمية بعد شهر وتاخد دورها بالمنطق وبتقوله ارجع بلاها بال ما بتكون طيقة إنه موجود لكن أدولف ببلش يترجى فيها وبيقولها بليز أنا مصاعد جيد رح أصاعدكم بليز استمعيلي فبتقوله لا هل بتفكرنا جينا هون لنلعب أنت حتى ما طلبت الإذن من أمي لايك رح أجهز لك العربة لا ترجع بنفسك فبحظن بيقولها حاضر صح إنه أنا جيت هون منطقاء نفسي بس ما لازم أسبب المتاعب لألك ولأأختي بالطريقة تتدخل أرن وبتقول لا ما بيصدق إنك علقت علينا مثل هيك أمان اسمع أنا رح أتحمل المسئولية وأسمح لك تفوت لبلاد بيتفاجئوا الاثنين وبقولوها كيف هيك شي فبتقول أنا رتبتي عالية جدا بقدر أعمل أي شي وفي نقاطيهم إذن لا أي شي أنا فضولي كتير أصلا على الرواية اللي قرأتها هل بتعرف عنوانها يخبرني أكتر عنها والاثنين حرفيا بيندمجوا كتير مع بعض لدرجة لاريا وبلاك بيكونوا متفاجئين فيهم وهيك بيكون أدالف عم يحكي القصة اللي قرأها لأيرن واللي بتكون متحمسة فيها وبيسألها إذا بتحب تكمل القراءة بنفسها وإنه رح يعيرها لكتاب أما الاثنين هذول في بيكونوا عم يلحقهم وبيقولوا مش قادرين نتحمل هالهبل اللي صار وإنه الاثنين متحمسين بشكل وهو بيقول أنا متعود على حماس عالية شرود فتبتسموا وبتقول له شكرا بعدين بتقول بس هذول اثنين كأنه فجأة صاروا كتير مقربين ونشوكم من كل شي قديش مستفزني شعر أيرن عن جد نفسي أنا أطفن معلش بس كتير مضايقني المهم بينما الاثنين عم يحكوا فجأة بتقول إنهم صاروا قريبين من بعض فبيحكي لها معقول هالشي كان إنه لما كنت أنت غائبة عن الوعي الاثنين كانوا بيزوروكي كل يوم بعدما شافوا بعض كتير واضح إنهم صاروا مقربين بس ما بعرف شو اللي خلاهم مقربين لهالحد فبتقول يمكن الروايات على هبل هاد أتوقع إني بعرف السبب المهم أخيرا بيوصلوا للمكان وبتتفاجأ قال من حجم الفندق وبيحكوا شكله أكبر حتى من الأصاري أدولف فجأة صار كتير صغير ولا بتهيأ لي المهم أرهم تحكي خليني أخدكم لغرفتكم وفي كتير من الأشياء اللي راح تشوفوها بعدين تعطي غرفة لأدولف وبتقول له لسه ما قاعدتها مسبقة متل غرف الآخرين بس يعني فبيحكي لها شكرا كتير هي جيدة بما يكفي أما بعدين بتاخد لاريا لغرفتها وبتقول أعداد ناركم أكبر غرفة لا تحضوا بإقامة مريحة وبتحكي لهم كمان أنا بدي أورجيكم غرفتكم لأنه زينتها بنفسي تاخدوا الأصفال هناك وبتاخدهم ليلعبوا سوا بتبتسم لاريا وبلاك كمان وبيقولوا أنه أرين كتير كانت مهتمة فيهم وعن جد عدعتهم بكل حب والواضح أنه راح نبقى فترة حلوة هون فأنا بتقول صح لسه ما شبنا غرفتك هل حصلت على مفتاح مسبق ولا شو اللي صار فبيحكي لها سهلها بلاد أتوقع أنه إحنا لاتنين راح نكون بهالغرفة وطبعا تعرفوا لاريا وغضاها وشطحاتها المهم بلاك بيحكي لاريا أنا بدي أبقى معك مثل ما قلتلك بشتقلك بأي لحظة ومش شايف سببنا ننفصل عن بعضنا البعض وأصلا في تقوص ملكية من رئيس الكهنة ومن أرين كمان وفوق كل هذا أنا وهياكي أصلا خلص صرنا مقربين هي المهمة بتحكي أنه إحنا بالنهاية الوضع مختلف هيك فبيقولها طيب بدي أسألك مو أنت بتحبيني وإنما لاتنين بيكونوا بحالة رومانسية فجأة بيجي ميكا وبينادي على لاريا وبيقولها تعالي لغرفتنا ينقذها يعني وبيقولها في كتير من الكتب والألعاب في غرفتي ورح أعطيك بعض الحلويات خلينا نتشاركهم كلنا فبتقوله أكيد أنا رح أحب هيك شي بعدا بيسألها وإنتي كيف غرفتك هل في كتير من الأشياء الممتعة فيها فبتقوله آه ما بعرف صراحة بتخبره إنه الدوق موجود هناك بتطلع هي جانت بي بلاك وبتقول هل أنت عم تتنمر على لاريا فبيقولها ما بعرف ليش عم تحكي هالكلام واضح أنها ما بتحب تشارك نفس الغرفة معي يمكن هي مو مرتاحة مني فجأة بتحكي له هالشي مو صح لأنه لاريا لما تطلع عليك بكل مرة تبتسم بشكل غريب وبتكون تبتسم بالسر بلاك بيستغرب هيك وبقولها آها أوكي تحكي له أنا متأكدة إنه لاريا معجبة فيك بشكل كتير كبير بس عم تغزل تحكي لك فبيقوم بيحمل جانت وبيقولها شكرا إنك خبرتيني بيكشير فبيتقوله بس لا تنسى قد ما كنت قريب منها ما منوع تكون لقيم معها لأنه لاريا هي أمي لك إذا كنت لقيم معها أنا رح أضربك فبيبلش يتحكي بيقولها حاضر رح أستمع لك حتى ما يتم توبيخي بوعدك بهالشي بيوصلوا للمكان والكل بيرحب فيهم وبيقول شخص رح أرافقهم لقاعة الحفلات بيطلعوا معهم وبتكون عم تتسأل وتقول بما إنه المملكة المقدسة مدينة فاعتقدت إنه بصير تكون أكتر اقتصاد من الإمبراطورية لكن على العكس فخمة بشكل كتير كبير تنتبه أران على وصولهم وبتروح فورا لتحكي معهم وبتقولهم كنت عم بجهزكم بتسألها لاريا ما إجا أدولت معك فبتحكي حاكى إنه تضولي بشأن شوارع المدينة المقدسة وهرب لما كان هناك على الطريق فبتقولها أوبس ع أخوي الأهبل هاد عكل أحوال أران بتقولهم الكاهن الأعلى عم يستناكم بالداخل ومن النادر أن تقوم المملكة المقدسة بدعوض ضيوف هيك لهذا السبب نتطلع بشدة لوصولكم لما يفوتوا بيرحفهم هالشخص هاد وبيقولهم من دواعي سروري ألتقي فيكم والله مش مرتحت لك في المرة وبيقول أنا يا مارك أحد أتباع هاد المعبد بعربعان خالص انتيناني لألكم لإنقاذنا بلا بلا حطيتوا لايك يعودوا طبعا على السفراء اللي بيكون محضر فيها كل الأنواع والأطباء وأشهرهم حتى وبيقولوا إحنا مدينين لألكم بكتير إمتنان لأنه بفضلكم تمكننا من طرد كبار الكهن اللي كانوا متورطين بجرائم الإمبراطور السابق وبيحكي لأيران خبريهم على نتائج بحثك فبتحكي له حاضر انتم ما بتعرفوا الإمبراطور السابق جونتار كان بيتاجر بالسر بأطفال المملكة المقدسة مع بعض كهنة الإمبراطورية بالآون الأخيرة تم الكشف عن القصة بمزيد من التفاصيل حتى أنه كانوا الكهنة يحاولوا يحصلوا على المزيد اللي يتم للتجارة فيهم حتى لدرجة أنهم قتلوا بعض الآباء بالعمد أوف شو القرب وبيحكوا أنه الحقيقة كانت صادمة بالنسبة لإلهم وبتقول أيران ببلد مقدس بيقدر عقيدة رعاية الضعفاء أنه الكهنة نفسهم اللي المفروض يحموا الناس يعملوا هيك شي عن جد مؤرف لو كنت بعرف بوقت أبكر كان منعت هالشي بتحاول لاريا تقولها أنه مو زنبك لكن أيران بتقول كخديسة بشعر بالخجال الشديد ليماري بشكل ما بيقول شكرا لتوليكي هذا العمل برغم من أنه النهاية كانت صادمة وأنا كمان عانيت وظل شعوري بالندم يضعف إرادتي لكن مو هي المهم الموكلة لإنا أنه نتغلب على هالأمر ونعمل بشكل جاد حتى ما ترجع تصيرك مقاسي أكثري وحتى ما يصير حدا تاني بطريق الضلال لازم نخلي العالم مكان أفضل وبوقتها رح نتمكن من التكفير عن هدوليك اللي تم التضحيات فيهم ولها سبب بيقول لأران بليد استمري باتباع إرادة المعبد دون تردد فهي بتحكي له أوكي شكرا وبيقول أنت عم بتخومي بعمل جيد فلا تفقيدي الأمل بالمصابة كولاريا عم تتمشى مع بلاك وبتقوله لي مارك هاد مبين أنه رجل لطيف كتير لكن لما صارت المحادثة أطول ناموها لتنين ميكا وجاند بمجرد انتهاء الوجبة وبتسأله يمكن كان الموضوع ممل بالنسبة لهم وإلك لكن هو بيكون عم بيفكر بشي بتسأله هل شفت شي بعينك السحرية فبيحكي لعن جد أنك كفو يعني برو قدرتي تحذري فبتحكي لأنه مبين عليك متمام هل شفت أي علامات لنشي سيء فبيقول على العكس ما شفت أي شي طبيعتنا البشر عندنا مشاعر إيجابية وسلبية تجاه الآخرين عند التعامل معهم فيني أقرأ مثل هالتغيرات العاطفية بعين السحرية ولكن الغريب أنه جميع من في المعبد بما فيهم رئيس الكهنة ما قدرت أشوف أي شي فيهم يعني أي تعبير بستتناء لأنه مشاعرها كانت واضحة لفترة طويلة فبتقوله إذن على عكس ما يبدو شكله ما عندهم مشاعر إيجابية اتجاهنا إذن ما لازم نخفت حذرنا منهم فبيبتسهم بقولها لا تقني ما في حدا متهور بما فيه الكفاية لا يخاطر بالصراع مع الإمبراطورية وحتى لو صار أي شي فأنا جنبك وراح أحميك بالتأكيد بتبتسمي وبتقوله بوثق فيك برضو بصباح اليوم التالي بيكونوا ميكا وجانت كتير مزوجين من لاريا اللي ما إجت لا عندهم لا هلأ ولا فيقتهم ولا اهتمت فيهم يا أخي هلو عنها شوي بيقولوا شكلها لسه نعمة لازم نروح لنفيقة بيفتحوا الباب بشدة لحتى ينطلقوا وبوقتها بتقابلهم إيرن مع طفلة صغيرة متخبية وراها تسألهم إيرن لون رايحين وبتقولهم إنها كانت جربت لهم بعض الاسناكات اللذيذة اللي بيحبوها كتير وبتسألهم إذا مش قولين فينا نتناول الطعام لاحقا لكن بيتحمزوا كتير وبيقولوا لها بالعكس أكيد مستعدين للأكل بيوضوا الأربعة سوا وبتكون البنت اللي معها حجولة تقريبا يسألها ميكا ليش ما عم تتناولي خدي وكلي هاي فبتسألها جانت كمان شو اسمك بتقول اسمي مايا وأنا كاهنة متدربة وجيت لأ رحب فيكم إذا تناولت نفس الوجبة معكم فهالشي رح يكون مش جيد بيطلب يقبلوا لهاها شو هالشي الغريب هاد إحنا أصدقاء من هلأ لهيك فيك تأكليها سوا إحنا كنا ناكل مع بعضهم ونتقسمهم تلزفت مايا على إيرن وبتقولها إيرن مو مشكلة هلأ صرتوا أصدقاء فعادي تتشاركوا الأكلات وتعتبرهم أصدقائكم وضيوفك وهيك ما بتحتاجي لاتباع القواعد تفرح مايا وبتبلش أكل فيها وبتصعد كتير من طعمتها وهم بيقولوا لها صاح كتير لذيذة وبيبلش ويقدموا لها لسه أكتر وأكتر أما لاريا فبتكون عم تركض بسرعة البار إلا حتى تروح لعند جانت وميكا ولما تفتح الباب وتقولهم اتأخرت كتير بتلاقيهم كلهم أصلا نايمين وإيرن بتقولها أسكوتي وإهدي شوي لأنه لتلا تأكلوا لحتى صابتهم التخمع وناموا بتتشكرها لاريا على الاعتناء فيهم السماحان وقت القيلولة فبتحكي لها أنهم كانوا يستمتعوا بالركب بالحديقة من فترة وبتبقى أنهم ساعدين بوجود صديق جديد تسألها مين هالبنت فبتقولها مايا المتدربة وكمان أنها بنفس عمرهم تقريبا فبتسألها لاريا مو حياة المعبض صعبة بسن مبكرة فبتحكي أنه مايا بتعيش بمركز يسمى تعليمي وهو مثل دار الأيتام لأنها بتعيش وتدرس مع أطفال بنفس العمر وبتحكي لها أنها مصعبة مثل ما بيحسوا الغرباء وبطبيعة الحال في كتير من القواعد الصارمة عليها المهم قرمت قلها عندي أخبار لإلك جيدة فبتسألها هالمعقول بخصوص الشي اللي طالت منك إنه تبحثي عنه بتقولها فعلا لقيت لك معلومات عن الجنون والهوس وطالبت معروف بمكتب المعبد اليوم وحصلت على إذن للقراءة وبتقولها بالإضافة لهالشي ساعدني الكهنة عن طيب خاطر باختيار الكتب ومثل ما هو متوقع سمعت بلاكوال طلعت مشهورة بالمملكة المقدسة كل هات بفضل العمل الشاء اللي أمتي فيه المهمة بتتشكر لاريا إيران على اللي عملته وإيران بتقولها ولو ما عملت شي تحكيها بما أنه الأطفال نايمين بسلام خلينا نروح للمكتبة فعلا هاتنتان بينطلقوا للمكتبة وبتبلش لاريا تقرأ بعض الكتب بعدا بتقولها هي نفس الكلمة اللي لقيتها بمستند قديم رأيته مثل فترة كان معناها الهوس والجنون وبتسأل أيران هل فيك تفسري لهذه الصفحة فبتحكي لها أكيد خلينا نشوف الشي الوحيد اللي فيني أفسره هو الجملة اللي في الأعلى الجزء العلوي مكتوب بالخطر قديم وأدنى في كلمات مش معروفة لو قرأت من الأعلى رح يكون مكتوب فيها ولكن هذا المرض لا يجب أن تعتمد على القوة الخارجية وهذا لأنه الهوس والجنون جلت دائما كوارث عظيمة رح تبقى بالتاريخ نتيجة لهذه السبب عانت العائلات من الهوس لأجيال وما مضى وقت طويل قبل ما يموتوا جميعا حتى آخر واحد متبقي التهمة جنون لأنه لا يمكن السيطرة عليها وابنهاية المطاف كلهم اختفوا بهالشكل لاريا بتحس بالخوف من الكلام اللي قرأته إيران وبتقول شكله ما في خير بالمرة حيجي من هالبنت بالأحرى هاد أنا اللي حكيته لاريا بتقول شكله ما في خير بالمرة رح يجي وبهيك بتكون وصلنا لنهاية القسم الثامن من حكاية لاريا حابين نعمل فقرات مثل هيك تكون فيها المنهوات قصيرة لحتى نقدر نكمل كل المنهوات اللي حابينها وننزل اكتر من ملخص اكتبونا رأيكم بها الفكرة بنشوفكم ملخص جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة